أعوذ بالله من الشيطان الرجيب أنزل من السماء ماء فسال تودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله لمثال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لون لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبيس المهاد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن بديع صنع الله أن جعل الماء يشق الأنهار ويتخذ سبل في سلاسل الجبال بمناظر عجيبة قال الله تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أهلاهم مع الله بل اكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثل الحق والباطل بماء أنزله من السماء فجرى في الأودية فأخذ كل واد بحسبه فهذا كبير وسع كثير من الماء وهذا صغير وسع قليل من الماء وذلك بقدر والزبد الذي يحتمله الماء فيطفو عليه ثم يتبدد في الأطراف ويبطل فيبقى الخالص سواء كان ذلك الزبد رغوة أو أجسام خفيفة وضرب سبحانه مثلا آخر الحق والباطل بالمعادن يوقد عليها النار فتنصهر ابتغاء حلية للزينة كما في الذهب والفضة أو ابتغاء متاع للانتفاع بها كما في النحاس ثم يتبدد الخبث والزبد الذي لا فائدة فيه كالذي كان مع الماء إذن الماء والمعدن الصافي كالحق والغثاء والزبد كالباطل يتلاشى أو يرمى إذ لا فائدة منه ولا ينتفع به والحق كالماء الصافي والمعادن النقية يبقى في الأرض للانتفاع به كما بيّن الله في هذا المثال وضربها للناس ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال وغير ذلك مما في القرآن من أمثال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حديث أبي موسعى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ أو العشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وساقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل منفقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعالي ما وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه والله الموفق والهدي إلى سواء الصراط والحمد لله رب العالمين